خلينا نتكلم شوية آية همني برضو أسمع رأيك وأعرف فكرة إنك تتصنفي أو فكرة إنك تكوني بتعبري عن ده ده بالنسبالك بيمثلك إيه وإيه اللي أنت شايفة إنه بيميزك ككاتبة تقدري يتعبري عنه عن أي كاتب تاني رجل يعني بيكتب عن مشاعر المرأة أو عضياء يعني حضرة مثلا من تجربتي في المجموعة بتاعتي اللي أنا كتبتها في مد الظل أنا هي فكرتها كانت عن شخصيات مهمشة في حي سيدة زينب فأنا كنت يعني اللي لاحظته إنه يعني أغلب الناس اللي ألهموني هم شخصيات كنت بشوفهم في الشارع أو شخصيات كانت قريبة مني مش بس إني بلاحظهم لأ أنا بحاول أخلق لهم أو بعمل لهم تحليل نفسي أكتر وببص لهم من نظرتي أنا اللي ما فيهاش قصوة وما فيهاش يعني أنا بحاول أفهمهم بحاول أبوري كل جوانبهم بالذات الستات يعني مثلا فيه قصة من القصص أنا كتبت عن عن واحدة أنا كنت عرفاها وكانت زميلة لنا يعني في المدرسة وإحنا صغيرين وهي تعرضت لاختان مثلا والبنت دي ما كناش فاهمين إيه التغير اللي حصل لها يعني فجأة إحنا كنا أطفال فجأة بقت مختلفة منزوية مثالي لو يعني صحبنا الولاد مثلا ما كنوش هيفهموا أو همك ما لاحظوش إنها فيه تغير حصل لها لطريقة مشيتها مثلا إنما أنا لما بستدعيها وبستدعي التفاصيل بتاعتها دي أكيد النظر بتاعتي في كتابة مختلفة وهنا بقى اللي بنتكلم فيه فكرة إنه الست بتشوف الحاجات إزاي والراجل بيشوف الحاجات إزاي وإن إحنا طول وقت برضو يعني مزنوئين في السردية شوية بتاعت النظرة الزكورية مش إنها شتيمة يعني بس فكرة إنه الراجل بيبص للحاجات إزاي وبالتبعية إحنا كستات بنبص بنفس النظرة لأن دي غالبا نظرة السائدة بس لما نيجي نشوف الحاجات من زاوية تانية نيجي نقرأ للكاتبات مثلا بنشوف إن في زاوية مختلفة إن إحنا مش من السطح لأنه أغلب الكتابات مثلا بتبعان ستات من السطح حينما ما بندخلش جوا دي ماشيتها اتغيرت إزاي مثلا دي كانت حاجة بالنسبة لي فارقة جدا فعلا لو كان في حد تاني بيكتب كان ممكن ما يلاحظي تفصيلة زي دي فعشان كده أنا مش بحب يعني برضو موضوعي بقيه إنه خناقة أو معركة ما بيننا آه ست وراجل وبنتخاني وكده لأ الموضوع مش كده خالص هي بالضبط هي زي ما حدت وكنا بنتكلم هي فكرة وجهات نظر مختلفة على فكرة زي ما هم كرجالة عندهم مشاعر وأحاسيس إحنا ما نقدرش نعبر عنها صحيح وإحنا ما نقدرش نقول عنها عندهم من المسئوليات عندهم من التفاصيل عندهم من الحكايات إحنا كنساء من الصعب إن إحنا نحس بيها أو نشعر بيها أو حتى ننجح أحيانا في التعبير عنها صحيح هو الموضوع مش خناقة أو ست وراجل هو الموضوع مين الأصلح أو مين اللي هيقدر أو مين اللي هيعرف أكتر يعبر عن نقطة معينة صحيح لأنه هو مر بيها أو لأنه هو اللي حس بيها مش عشان أي حاجة تانية